بموجب الفقرة الخامسة من إعلان نقل السلطة في اليمن فإن من مهام مجلس القيادة الرئاسي تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في أنحاء الجمهورية كافة وتهيئة الظروف واتخاذ القطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسامات والنزاعات في القوات المسلحة ومعالجة أسبابها ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية اليوم أقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيل اللجنة المكونة من 59 عضوة برئاسة اللواء الركن حيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الأسبق واللواء الركن طاهر علي العقيل نائبا وهو رئيس هيئة الأركان العامة سابقا والعميد الركن حسن الهيال عضوا ومقررا كما وفق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية مؤكدا أهمية اطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل القوات العسكرية والأمنية كافة تحت قيادة وطنية موحدة خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبا تشكيل اللجنة وإعلانها يعد خطوة مهمة في سبيل توحيد جبهة الحكومة الشرعية التي تتبعها فصائل عسكرية وأمنية مسلحة بعقائد قتالية غير متسقة مع بعضها حيث عمدت الإمارات إلى إنشاء وتمويل فصائل عسكرية وأمنية بعقيدة انفصالية تسببت خلال المدة الماضية بطرد الحكومة من عدن أكثر من مرة وعطلت أعمال الخدمات والتنمية لمدة طويلة